هو تكريم لأصدقائي الثورة الجزائرية الذين عرفوا بالقضية العادلة للجزائر برناردو فالي من بين الأقلام التي وقفت في وجه أولئك الذين أرادوا تبييض صورة استعمار أسود فالي الصحفي بجريدة الجيرنو الإيطالية ورغم عمره الذي لم يتجاوز الرابع والعشرين سنة شارك في تغطية عدة حروب من بينها الحرب في الهند الصينية ليتوجه بعدها لتغطية الثورة التحريرية أجهزة المخابرات الفرنسية في الجزائر أرادت أنذاك أن تتخلص من الصحفيين الإيطاليين لهذا أرسلت لهم تهديدات على أنها رسائل من جبات التحرير الوطني ما جعلهم يرحلون عن الجزائر وفي ذلك الوقت لم أكن هناك لهذا أرسلوا لي من أجل أن أعمل مكانه برناردو كان من الصحفيين الأجانب الذين عرفوا بالثورة التحريرية رغم التعتيم الإعلامي الذي كان يمارسه الاستعمار الفرنسي في الجزائر خاصة خلال زيارة ديغول لقد تركنا جون دانيال على أرضية المطار في الوقت الذي كنا فيه على متن الطائرة التي كانت تقل الجنرال ديغول شرطي اقترب من جون دانيال وأخبره أن لا وجود لمكان له على متن الطائرة لكن أخبرت الشرطي أنني سأعطيه مكاني لقد كان أهم مني لكن الشرطي رفض ذلك شاهد على الأحداث الكبرى التي شهدتها الثورة التحريرية المجيدة من أهم المشاهد التي يستذكرها صورة الجزائر العاصمة بعد التوقيع على اتفاقيات إيفيون المسؤولون الفرنسيون اختفوا تماما ذات مارس لما دخل الجزائريون إلى أرض الوطن لم يكن هناك فرنسيون لقد اختفوا تماما في لمح بصر معركة الجزائر كانت من المحطات الخالدة التي عيشها بيرناردو في مصاره المهني كما ساهم في شهاداته في إنجاز فيلم معركة الجزائر معركة الجزائر قسمت شوكة المستعمر الفرنسي وأصبح ضعيفا وهي من أهم المحطات التاريخية الرسخة في ذهني كثيرون هم الذين آمنوا بعدالة وقداسة القضية الجزائرية في المحافل الدولية لتكون الثورة الجزائرية من أهم محطات المصاري المهني لبيرناردو فالي لقد كنت شابا من اليمين ولدت في الفاشية لكن ما شهدته من وحشية وغطرصة المستعمر الفرنسي خاصة في الجزائر غيرت نظرتي للحياة وتوجه الإيديولوجي وأصبحت صحفيا من اليسار